أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين مواطني بلادي العزاء الشرفاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يطيب لي أن أتقدم لكافة المسلمين والمسلمات في بلادي وبلدان العالم بالتهنئة الصادقة بمناسبة حلول عضل أطحى المبارك سائلنا العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات لزاما علي في هذه المناسبة أن يحيي النضالات وصبر شعبنا الأبي في سبيل تحقيق الحرية وإقامة العدل وإشاعة السلام إنها قيم سامية قيم أنشودة ثورته المجيدة التي ضحى من أجلها بني وطني بأرواحهم نزل الله أن يتقبل شهداء بلادي ويوفقنا جميعا على تحقيق ما ضحوا من أجله مواطنون الشرفاء إنها لسانحة أن أعدو إخواتي وإخواني المواطنين جميعا على المزيد من اليغزة والحرص والمحافظة على قيم التضامن والوحدة هذه القيم التي أرستها سورة ديسمبر المجيدة فنحن أحوج ما نكون لها اليوم فالتحديات والمخاطر التي تحيط بالوطن لن تزيدنا إلا إصرارا على المضي قدما في تعقيق أهداف الثورة المجيدة فمثل ما نؤكد على ضرورة وحدة قوى الثورة نؤكد أيضا على ضرورة وحدة القوى الوطنية التي تؤمن بالتغيير ويبادئ تطلعات الشعب في الحرية والسلام والعدالة مواطنين الشرفاء إذا أن مجابهة التحديات والمخاطر تتطلب جمع الصف الوطني والنظر إلى المصالح العليا للدولة ومطلوبات التحول الديمقراطي وذلك لن نتحقق إلا بتعزيز الوحدة الوطنية وقبول الآخر ونبز سياسات الإقصاء والعصبية والجهوية والعنصرية أو الحزبية والالتفاف حول هذا الوطن أخوة الأخوات الأكارم نقرر التهنئة لجميع قطاعات شعب الأبي كما تقدم بالتهنئة الحارة والمنايات الطيبة لجنود بلادي المدافعين عنها والساهرين على أمنها في كل بقعة أرض طيبة فهم حرزنا وسياج أمننا كل عام وأنتم بخير وعاد الله العيد على بلادنا وهي آمنة ومستغرة ترفل في ثياب العز والسلام والتقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته